بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ثم أبا بعد اللهم أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي في البداية أشكر كل من اتصل من الأخوة النواب وحتى من بعض الأخوة المواطنين الكرام اللي طلبوا مني وقف الردود والسجال مع النائب رياض العدساني وأنا مقدر حسن نية الجميع وقد يكونون على صواب ولكن في النهاية أمام حملة التشويه المستمرة والمتكررة والتي جز منها النائب رياض العدساني أنا مضطر أيضا للتوضيح أول نقطة ونعتقد هي نقطة مهمة لأن حدث فيها لبس وهي نقطة موقفي من استجواب الشيخ محمد عبدالله المبارك ومحاولة النائب رياض العدساني تصوير مؤتمري اللي عقدته يوم الأحد بأنه رفضه موجه ضد الاستجواض وهذا جزء من التدليس للأسف الذي اعتاد عليه النائب رياض العدساني في سياسته في تشويه كل من يخالفه الحقيقة وأنا أرجو ذكرها بوضوح أن المؤتمر اللي عقدته يوم الأحد هو كان ردا على مؤتمر أقامه النائب رياض العدساني يوم الخميس وتحدث فيه 11 دقيقة خمس دقائق كان فيها حديث عن الاستجواب وست دقائق كان هجوم علي شخصيا وعلى لجنة محاور الاستجواب لذلك أنا عقدت مؤتمر الأحد للرد على هجومه علي هجوم الشخصي للأسف علي وأوصاف اللي أطلقها يوم الخميس بأن هذه لدروع بشرية وأن لجنتهم مالها قيمة وأنني أنا ما أعترف فيها وكلام الحقيقة يعني سيء جدا لذلك مؤتمر الأحد عقدته للرد على تهجم رياض العدساني ولم أعقده للحديث عن الاستجواب لكن كعادة حاول أن يدلس وحاول أن يصور أن هذا المؤتمر ضد الاستجواب وأنا أقول للدكتور الفاضل والأخ المحترم الدكتور عبد الكريم الكندري كان معاك يوم الخميس وشارك في المؤتمر وفي الاستجواب أنا ما تعرضت ولا تكلمت عنه ولا ذكرت الاستجواب لا من قريب ولا من بعيد لذلك بوضوح كل ما قلت يوم الأحد هو للرد على هجوم النائب رياض العدساني يوم الخميس الأمر الثاني يجب أن أشير إلى قضية مهمة ودايم رددها النائب رياض العدساني ورددها غيره ومن حق كل واحد أن يتوافق معنا أو يختلف وهي قضية التفاهم الذي حدث بين رئيس الوزراء ومجموعة من النواب لحل الملفات والقضايا المعلقة وعلى رأسها ملف عودة الجناس هذا التفاهم ما هو سر ولا أخفيته ولا أحد أخفاه وكان هذا التفاهم في العلن وليس فيه أي قضية شخصية وتحدى أي واحد يطلع لنا في قضية شخصية واحدة وأنا شخصيا تعرضت لهجوم ونقد وأنا أقبل النقد وأقبل الاختلاف لكن هذا التفاهم كان حول قضايا مهمة تهم البلد وتعني استقرار البلد وجزء من استقرار البلد استقرار العلاقة بين السلطتين وترى أنا في بداية الصيف في لقائي مع جريدة القبس واللقاء معاي موجود ذكرت فيه أن التفاهم مرهوم بعودة الجناسي قبل دور الإنعقاد بمعنى أن هذا ما هو شيك على بياض لسمو رئيس الوزراء هذا فيه التزامات وأنا أقول إذا سقط هذا التفاهم لأن دور الإنعقاد باقي لهم كان عشر أو اثنى عشر يوم مو لأن النواب مالتزموا لأن رئيس الحكومة عجز ولم يتمكن أو لم يمكن من تنفيذ التزاماته بإعادة الحقوق لأصحابها وإذا كان أي شخص سواء يعتقد بحسن نية أو سوء نية بأن هذا التفاهم يعني شيك على بياض رئيس الحكومة فهو مخطئ أو يعتقد أن هذا التفاهم في مصلحة شخصية فهو مخطئ بالتأكيد فجمعان الحربش ما كان في يوم من الأيام في جيب لا رئيس حكومة ولا وزير ولا شيخ ولا تاجر والكل يعرف ذلك ولا أسمح لا الرياض العدساني ولا غيره أنه يشوه التاريخ والمواقف لذلك مسؤولية الحفاظ على التفاهم في المستقبل تقع على رئيس الوزراء وما راح نقبل أن تصبح الجناسي قضية ابتزاز في الاستجوابات وأصلا كان التفاهم غير معني فيه ولا وزير لا شيخ محمد المبارك ولا محمد الخالد ولا خالد الجراح وأيضا جزء ثاني من التفاهم هو حل القضايا العالقة اللي كان جزء منها لجنة محاور الاستجواب للنظر في حل المشكلات الواردة في الاستجواب لذلك أعيد وأكرر المؤتمر الصحفي اللي أنا عقدته كان ردا على هجوم رياض وليس موجها ضد الاستجواب ولا يطلع بكرة رياض العدساني ولا غيره يقول هالكلام بسبب النقد أو بسبب ردود عليه أبدا وردوا المؤتمر الصحفي يوم الأحد إذا شفتوا فيه كلمة واحدة موجهة ضد الاستجواب أنا أتحدى من يثبت ذلك صحيح أنا انتقد تسابق النائب رياض العدساني وهذا شيء صحيح لأن النجاح الاستجوابات قام على التنسيق لكن حتى التسابق اللي صار في استجواب رئيس الوزراء ما منعني أن أتحدث مؤيد لاستجواب رئيس الوزراء وأنا أقول لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عليك أن تستعد جيدا للرد خاصة في الطرف الثاني سيكون الدكتور عبد الكريم الكندري وهو شخص لا احترامه وتعود أن يكون له مواقف بعيدا عن الطعم في الآخرين والتكسب على زملائه هذا في الجزء الأول المتعلق في أمرين في الموقف من الاستجواب وفي التفاهم الذي حدث بيننا وبين رئيس الوزراء وأنا قلت هذا التفاهم حدث لقضايا عامة هو رفع مظالم وأنا عندي استعدادة تحمل كل فت كل التزام عليه لكن الطرف الآخر إذا ما التزم سنحمله المسؤولية المؤتمر الأخير للنائب رياض العدساني الحقيقة من استمع لهذا المؤتمر يجد أن النائب رياض العدساني يعني كان كلامه خلط الحابل بالنابل ومحاولة ما يعتقد أنه إذاء كل ما يعتقد أنه إذاء وتحريض أتى فيه تكلم عن شباب الحراك وهو شباب وطني عبر عن رأيه وحراكه بطريقة سلمية وفي خيرة أبناء الكويت وحاول أن يصرح أو يلمح أن هذا الحراك كان يقوده الحركة الدستورية وهذا تدليس إعتاد عليه للأسف وتناسى أن فيه هذا الحراك رموز وطنية لو يركض طول عمره ما يبلغ ربع عطاءهم تناسى أن هذا الحراك فيه مسلم البراك فيصل المسلم مبارك الوعلان فلاح الصواغ رحمة الله عليه وسالم النملان وغيرهم كثير ومحمد الخليفة وكان حراك وطني اختلف أو اتفق مع شيء في هذا الحراك لكن لا تخون أبناءه ولا تظهر نفسك بمظهر الأحرص والأكثر وطنية منهم فقط علشان تشوه تيار هذه محاولة رخيصة ومكشوفة واستمر في تدليسه لما قال أن الأغلبية بقيادة الحركة الدستورية منعت الدكتور عبيد الوسي من تقديم استجوابه وهو يدري وكان موجود وكان نائب ممكن ما كان في الأغلبية بس كان عارف أن الأغلبية في 2012 كان فيها 34 نائب خمسة منهم من الحركة الدستورية و29 نائب على رأسه محمد السعدون وخالد السلطان ومسلم البراك فيصل المسلم وغيرهم آخرين مبارك الوعلان ما كانوا من الحركة الدستورية ليش تهمش كلها الأعلام وهالأسماء وتصور للناس أن الحركة الدستورية هي اللي منعته الدكتور عبيد الوسي كان في وقتها الله أكبر الله كان في وقتها في تفاهم أنه نقدم التشريعات على الاستجوابات لكن ما حد يملك منع نائب أصلا من هذا يمكن نواب أبدو رايهم لكن ما حد يحول بين نائب وبين استخدام حقه الدستوري واستمرار للتدليس اللي مارسه وهو ملك التدليس للأسف دخل موضوع الأخوان وموضوع الغزو وهو يدر أنه في حملة على هالتيار في كل مكان وكأنه يريد يذكر من في الخارج أنه ترى عندنا أخوان هنا تعالوا الضوطوا على حكومة الكويت والنظام في الكويت وأنا أقول له أقول الغيرة وإذا كان تحت وقع الخصومة والخلاف وقع في الفجر في الخصومة أبناء التيار الإسلامي كلهم في الغزو موقفهم مشرف من أبناء الكويت واسأل مؤتمر جده واسأل لجان التكافل وهذا الأمر قدرته القيادة السياسية وهذا أمر ما ينكره واحد يخاف الله سبحانه وتعالى وإنت كل شوي تردد أضع الله أمام عيني والشعب خلفي شو تقول أبناء هالتيار اللي انتفتر بالدواوين وتشوفهم من حملة التشويه هذه اللي انت اليوم أصبحت أحد أطرافها تدليس آخر من سلسلة تدليسات اللي تورد فيها الناء برياض العدساني حديثة إن تهدئة هو يقولها تهدئة هي تهدئة تهدئة الحركة الدستورية هي بسبب جمعية الإصلاح يعني خايفين على جمعية الإصلاح وأنا بقولها وأذكره لأن ذكرتها قصيرة لما كنا في الحراك وفي الشارع سمو الأمير حفظه الله رعى حفل جمعية الإصلاح في احتفالها بمرور خمسين سنة وكان في قمة التحريض على جمعية الإصلاح تدري ليش لأن الإختلاف عند الرجال يختلف عن الإختلاف عند الأطفال وجمعية الإصلاح ما تعني أبناء تيار جمعية الإصلاح تعني بلد كامل تعني خمس وستين ألف يتيم تعني آلاف المساجد هي يد بيضاء ممتدة إلى كل مكان كونك تورط وتقحمها وبعدها تزعم أنك وضعت الله عز وجل أمام عينيك فعليك أن تراجع هذا الزعم وهذه الدعوة الكلمة الأخيرة التي أوجهها للنائب الرياض العدساني حقك في تقديم الاستجوابات لا أحد يحول بينك و بينه و حقك في التكسب السياسي هذا أمر أنت تقرره لكن احذر أن تمارس هذا الحق في الطعن في الآخرين وتشوي سمعته و أنت اللي تردد أني أقول حسبي الله و نعم الوكيل على اللي يهاجمك احذر أن تطعن في النيات احذر أن تهاجم الآخرين ظلما وبعض الأوصاف ما عادت مقبولة ولا السكوت عنها مقبول أوصاف دروع البشرية ومرجوج ومتقلب و أنا أسألك من اللي خلال 12 ساعة تغير موقفه من الاستقالة بالليل طال عن مقابلة سنة 2014 تقول فيه نائب يقول لي قدم استقالتك و أنت رديت عليه تقول أنت قدم استقالتك ساعة 12 بالليل بعد 12 ساعة تروح تقدم استقالتك على الأقل لحنا لما غيرنا رأينا في المشاركة أخذنا 4 سنين ليس 12 ساعة أخيرا أتمنى أني ما أضطر العودة للمنصة مرة أخرى مو على شان رياض في العدثاني لأنني أعتقد المسؤوليات كبيرة والعقبات كثيرة وأدعو نواب مجلس الأمة للتوافق حول أجندة تشريعية والتنسيق في الأدوات الرقابية التنسيق ما يعني المنع واللي يريد أن يقدم استجواب الرئيس الوزراء أو أي وزير هذاك رئيس المجلس يريد أن يقدم استجوابك إحنا مواقفنا نحددها وفق قناعاتنا وما في لا خصم لنا ولا قريب ولا بعيد حتى من يختلف معنا يزعم أن في شيخ أو تاجر أو رئيس حكومة أو رئيس برلمان يقدر يحط جمعان الحربش في أجندته ومخباته هذا موقفي والأيام القادمة ستشهد الأكثر وكما قلت المسؤولية كبيرة على أخواني أعظام مجلس الأمة خلال المرحلة القادمة صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع للأفضل شكرا شكرا